السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة الثمانية وعشرين في شهر تسعود سأتكلم عن العديد من الموادع وأهم موضوع سأتكلم عنه هو الشركة الكونتين اللي بغي يغير القانون دخل المواطنة الراديوس والشيطة ديناسي سأتبدل فيه بثاف دي الحويج علش حيث هذا الراديوس يا إخوان عليه المشاكل بثاف و سأتكلموا فيه و أقول لكم المشاكل اللي فيه حاليا والتحسينات اللي بغني يدخلوا عليه لذلك غنشوفوا التغيير اللي غتكون إن شاء الله البارح كانوا حد تعليق اللي صراحة نضحكني بزاف الفيديو على كثرة البونوسات اللي زع ماكين مفاقم فيهم محتشة فائدة ولكن الناس كتسهول عليهم وأنا كنطر باش نقطع الطريقة على هدوك الناس اللي كسبع الوهم للمغاربة كنطر أنا نشرحهم واحد أخت خلت واحد تعليق زوين كتبتش فيه؟ سبحان الله الناس حماقتوا بالس على البونوسات كي تيقوا الإشاعات والكذوب غدا يختاروا البونوس ديال الطلاق حتى هوايا أختي ما بغيتش نصدمك ولكن هاد البونوس راك كين وغدين هضروا عني اليوم إن شاء الله وغدين نشوفوا هاد الشراء وحد الخبر اللي من قدره نقول إحنا مضحك شوية لذلك غنت تكلموا على هذا الموضوع ولكن غنت تكلموا كذلك على الجلبة في الوصلات وغدين نتكلموا على أشنوا واقع في الجالية المغربية في إيطاليا وأشنوا واقع الشيء بعد أزواج اللي صراحة للمغربية ولا وكيتلقوا العنف البارح تكلمنا على زوجة اللي تحرقات اليوم وحدة اللي الزوج ديالة تعدى عليها بسكين غننشوف هاد المواضيع وغننتكلموا عليها إن شاء الله وقبل ما بدك نبغي نشكر الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعاليق والناس اللي ما مشتركهاش تشاركوا يا إخوان باش تلقوا توصلوا بجديد أخبار إيطاليا كل يوم إن شاء الله للأسف يا إخوان كنت تكلمنا على الزوجة المغربية اللي احرق الزوج ديالها على الأقل هاد شريك يقول مدة على العام ديال المحكامة حيث وحد الأخ البارح كيعرف هاد الزوج وقالك راكي يجي الجامع والسيد كيصليه وكل شيء يرى صعيب أنه مستبعد أنه يدير ذلك الشيء وربما السيدة هي اللي بغت نتاحر وفي التعليق دياله حتى اللي يرحمه مكتبهاش لذلك قالك اتق الله ما تبقاش تردد ذك شريك يقوله الصحفة اولا أخي العزيز وكنا نحترم من رأي ديالك صراحة ولكن را مشي الصحفة اللي كتقول هاد شيء الصحفة كتقول ذك الشي اللي قالوا لها البوليس وذك الشي اللي قال لها المدعى العام ديال المحكامة علش حيت حاليا السيد اللي كان في الأول أكوزاتو ديت انطاتو ميشيديو دابراها إنداقاتو بروميشيديو فلونتاريو في الأول كانوا يعني متهم عير بمحاولة القتل دابراها ولا في القتل العام هاد شيء اللي المحكامة تابتا عليه دابا. هو الحد الان راه باقي باريء واي شخص متهم راه باريء حتى تتم ادانته. لذلك السيد الحد الان راه باريء. راه بسبيطر عليه الحراسة مني غاي خرج من السبيطر غايبشي للحبس ولكن خاصه يدوز واحد البروشيس واحد المحكامة اللي لكان باريء غادي بان باريء. كان ماشي باريء راه غادي نال العقاب دياله. وتاني الحاجة انا شخصيا ما قلت شي حاجة من عندي والصحفتي ما قلت شي حاجة من عندها. اللي كين هو انه الحقيقة ما عارف حتى شي واحد. هذوك الناس كانوا قلسا مع بعض اياتهم. تخاسموا مع بعض اياتهم. اشنو دار فراس ديك السيدة اشنو دار فراس دك السيدة. الله يحسن اللي عوان معرفناش كل اللي في الخطأ فيهم بجوش. لذلك الواحد اللي عارفت شي والله سبحانه وتعالى. يعني تشي واحد فينا ما يقدر يقول هو ولا هي. الحاجة اللي قدروا نقوله هو انه الله يرحمه والله يصبر العائلة دياله يا اخوان. وصراحة اه صحافة راه هناك تقول هذيك الهضر يقلسي ديالك ربما اللي وقع هو انه هادش اللي يقول محققين اللي ينكورانتي واللي يقول بروكورتاي اللي كتقول يعني المدعه العام ديال المحكمة. تيقولك بلا اناه السيد. درم في هالنار. ولكن من بعد ندم. وعيط المساعدة. حيث السيدة ديك الساعة كانت داشا شعله فالعافية. هادش اللي تتقول المدعه العام. كينا حتى الفرسيون اللي خارجة يقولك بلا انا السيدة راه شعلت فراس العافية. وهو اللي حاول يعونها. لكن لحد الساعة راه متهم بتهمة تقيلة جدا. حاجة ثالثة. هو انه السيد راه بشعل دول مدعه العام ت تحقيق. تحقيق الاولي. غايبشي غايسي 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 باريء وما ديرتها حاجة راه. رأي اول حاجة غايبغي دير اي شخص اللي باريء ووقع سبشي واقعه. الله يسترم حالها. غايبغي دوي. ويقول بلا انا باريء. سيد مني بشي عدو المدعه العام. لا يجاوبش. فضل انه يسكتش في التحقيق وما يدويش. يعني المدعه العام بشي عدو تصبيطار ورجع خالي ويفاض. ما جابش من عدو حتى شي كلمة. يعني حتى هو رفض يت وتتكلم. والله يدرشتو ديال الخير. خبر اخر اللي كيجينا. كذلك من با فيا فيا في واحد كوموني في با فيا قريب من الحدود مع البروفينشة ديال ميلانو. كيتكلم على شخص مغربي اخر عدو تسعود وثلاثين سانة كيدرب الزوجة دياله. عشر طعانات بالسكين. حالتها خطيرة جدا. وكن طلب منكم انكم تدعو معها بالشيفاء العاجل. الحمد لله الحياة الدالة ماشي في خطر ولكن هاتشي اخوان راه زاد على حده بزاف. را صراحة انا بشير بغيش ندوي في هذه الم واضيع الله شهد. وبالتالي كنت تجنبهم وليس كنت تدوش عليهم في الحلقات. ولكن من كنت تقول لي وفجوش الحالات وحدة ديال الحرق وحدة ديال الطعن. عشر طعانات. را تشير بزافي اخوان. را كما كتبت واحد الاخت البارح را ببعد عن الله. هو الذي يتتقوا الله في الزوجات ديالكم. والزوجات يتتقوا الله في الأزواج ديالهم. صراحة هاتشي ولك يدور في الخطر بزاف. فيما يخص الاخبار عن الجلبة يا اخوان. بزافة الناس كتساءل فين وصلت الجلبة. الجلبة لح لها من استرات زانيكا. على اخر اخبار قال الوزير ديال الصحة في ايطاليا هو انها ستكون موجودة في الاواخر ديال هات السنة ولا في الاوائل ديال السنة القادمة ان شاء الله. إلا ما كانتش موجودة في النخر ديال شهر 12 ربما في شهر واحد ديال 2021. ولكن في الايام القليلة اللي دازي تتكلم وزير الصحة ديال بلجيكا. وقال ليهم بلا انه الجلبة سيكونوا موجودين في شهر ثلاثة. يعني شهر ثلاثة مارس الجاي سيكونوا اول جرعات موجودين في بلجيكا. هم يتكلمون على سانوفي. سانوفي هي شركة فرنسية وعندها فرع ديالة في امريكا. وعندنا احتحنا كذلك فرع في كازابلانكا في الضار بيضاء ديال سانوفي لدارك. هاد الشركة عندها الجلبة ديالها كذلك في امريكا اللي في المرحلة التالية. وابلجيكا غتشير من عندهم. الحاجة اللي مهمة بزاف وراء كنا قلنا هادا يجف حلقات اللي فاتوا هو انه بلجيكا دوماندي على سبعة المليون ونص ديال الجلبة. غدي يوصلوها مليون ونص ديال الجلبة. هات و هناك كون divideهات اول يرتين العملية مالياี่ كون نشر السنالي سانيتاريو على سبية. وتوبية السرحة التي يتم scientist حميوهما ويجب عليهم امراض الحمد لشروعات الاص PERSONالي يديهم عملايا سماعي ... LIKE يشاركو بالحرف من 65 سنة وعندهم امراض القلب الأمراض السكر والجهاز السنفسي والعادة سوى سيجدون بematلاء عملايا السمنة overflow Aquarius من بعد يشوفون الناس الذين عندهم من 45 و 65 و عندهم امراض هذا الامراض اللي الله ذكرت ومن بعد هذوك الناس اللي قل من 45 سنة هذيك الساعة غالي يشوفون من بعد ان شاء الله مني غالي تتقادل حالة شوية علاش حتما لم يشوف خطر انهم يفقدوا الحياة لمرضوا و غيرا بزافة الناس كتمرض و ما تيوقع عليها اولو الجلبة حاليا على حساب الوزير الصحة البلجيكرا غالي شركة صانوفي غالي توجد مليم في شهر مارس على حساب سبيرانسا الوزير الصحة الايطالي رأى ربما في الاواخذ السنة ستكون موجودة جرعات الاولى و نفس الشيء يعني ستعطى الجرعات الاولى الاطباء والبرسونالي سانيطاريو حتى في ايطاليا والناس اللي حالتها ستكون ربما الفيروس كشكل عليها خطر لذلك هذا هو الجديد اللي يكون حاليا على الجلبة فيما يخص الكامبيامينتو او التغيير اللي سترى على التراديد تشيطة دينانسا هو انه ستكونوا عارفين بلا انه كيين بزاف دين المشاكل في هذا الراديد تشيطة دينانسا اولا بزاف ديال الناس اللي عندهم شركات في الجنوب كيتشكون انه ما كيلقوه ليد العاملة علش كيبغوي خدمو ناس ولكن كيبغوي خدموه في النار و يقولين محنا راك نداشك لنا اخذوا الراديد تهو خدمونا في النار ونقوم نشدو الخلصة معدكم ونشدو الراديد تشيطة دينانسا هذا اول مشكل ثاني مشكله هو انه في الايام القليل ليداس مثلا قبل انه واحد ستين مافيوزي في الحبس داخلين في الحبس ويأخذوا الراديد تشيطة دينانسا كيفاش احتدوا وزادك البروفا كيفاش دفعوا الضماندة يعني مفهموش كيفاش حاجة خبرة ثانية هو انه ستكونوا شفتو ديك الخبر ديال هاد الدري ويلي من الكابوفيردي افريقي كانوا يعني اتعدوا عليه وقتلوا واحد الايطاليين وهذا هو الصور ديالهم يعني ما تشوفوا معايا كيف تصوروا عرب الذهاب المقانات الغاليين الماطر اخر موديل طمو بلاس كاس كاس الفيلات لو طيلاس ما خليهم مدوزوا يا اخوان هذا مني تشدو في الحبس وكوبشاو وقواردة دي فينانسا تستطيع تحقيق على العائلة ديالهم وجدتهم العائلة ديالهم بربعة حيث هم ايطاليين قتلوا هذا الراديد من الكابوفيردي وجدوهم بربعة يأخذوا الراديد من الكابوفيردي يعني كتشوف دراري ولادهم عايش الحياة الرافاهية في الطهيلات بالطمو بيلاس مبرعين كل الشمسيان وهو هذا ولكن العائلة ديالهم يأخذوا الراديد من الكابوفيردي يعني كنش خلل يا اخوان كنش حاجة ما هي هذه لذلك هالضغط اللي كين على هذا الراديد وبزاف يعني الصحفة كاملة كتكلم على انه الراديد كي خلي الناس تعجز على انها تقلب على خدمة كي خلي الناس انها تعجز انها تنوت تحرك وتقلب على رأسها بطبيعة الحال هو من واحد ناحية نفع بزاف ديال الناس وهذا الشرق اعتراف الجميع كل ما كانش الراديد ديال تشطة دينانسا ارى العالم الله هاش كان سيوقع في بزاف الناس فهذا الازمة الصحية وهذا الشرق يقولوا كل شيء صحافة وزارة حكومة كل شيء يقول لك بلاد الراديد ونفع ولكن كان واحد نسبة ديال الناس اللي كتستغله لذلك اش بغي يدير كونتي كونتي در واحد ثلاثة لقاءات فهاد الاسابيع اللي ديال اخوانا أولا مع الوزير اللافورو نونسيا كاتالفو ووزير الإنوفاتيوني ديجيتالي باولا بيزانو ودومانيكو باريزي اللي هو المدير لامبال هي الوكالة الإيطالية للسياسة العمل يعني هي اللي تدير السياسة العمل هنا في البلاد لذلك دروا هذا الاجتماع بشكل قانون الجديد اللي سيقوم بشكل قانون الجديد اللي من خلالها سيقوم بشكل لقاء ما بين الشركات والناس اللي تتخذ الراديد لذلك الشركات اللي ستتقلب على عمال بهاد الامبليكات السيوني سيلاقيه العرض مع الطالب يعني اللي يعرض الخدمة على اللي يطلب الخدمة ومن الأشياء اللي ستدير جديدة هو أنه شخص دبع حاليا عنده الحق إلى جاتو العروض ديال الخدمة أنه يرفضها ربما هذا الرفض اللي حاليا يمكن لك أنك ترفض جوج خدماته والثالثة بزمنكس قبلها ولا يبشي لك الراديدد حاليا ربما ينقصها هذا الناس لك جميعا المنزل التطبيق المنزل التطبيق لهذا الناس يمكن أن يخطروا حاليا بخدمة للناس لأنه ينقصها لكن هناك مشكلة. وربما هناك 6 أشهر لكي نفعل هذا القانون جديد. ربما في الأشهر القادمة يتبدل هذا القانون. وصال حسن أنا كيبالي ما ستغير شيئا. حسنا أنك تقول للناس سنقلب لكم على خدمة. ولا رفضتها سيتفقدون كذلك الراديسوديال تشيطا دينانسا. رأي العمل مكيشف خصوصا في الجنوب لكي نتعرضوا على الناس. وعلمنا بأن الناس الذين تطلبوا الراديسوديال تشيطا دينانسا رأي العمل في الجنوب. كنت تتكلمون عن الفانيتو الذي أقل من 1% الذي تطلب الراديسو. وكنت تتكلمون عن كامبانيا الذي أكثر من 12% الذي تطلب الراديسو. وأنا صراحة كيبالي الله بأن الكون تتكلم بسبب عليه ضغط كثيرا. ويجب أن يديره تغيير لكي لا يغييره. لأنه سيكون المشكلة ستبقى. وأنه ستبقى الناس الساغل. لا يقدر على الناس الذين يأخذوا الراديسو ويأخذوا ويأخذوا ويأخذوا. والذين لا يوجدوا الحق. والذين لا يتكلمون عن الناس إيطالية الذين لديهم فيلاس ويأخذوا كل شيء بشيء يطماع في الراديسو. هناك حالات التي تستغرب اليوم من كيبانو. فيما يخص البونوس للطلاق الذي كانت تكلمت عن الأخت في التعاليق. وهذا الخبر رأي انتشر ب الكثير من الصحف الإيطالية. لماذا؟ حيث المحامية تزوجت عندها البراتيكانت. ويأخذها في الوفيشو ديالها. وتزوجته كهدية العرز ديالها. والزواج ديالها. المحامية هداتها بونوس للطلاق. لذلك يا إخوان تقدروا تتخيلوا. يعني كادوش حال خيب. قالت لها شوفي عندك ثلاث سنين. التي تستغل فيها هذا البونوس. عندما تطلقت في هذه الثلاث سأدفع لك. وكل شيء. ولا تخلصي شيء. إذا فاتت ثلاث سنين. هذا البونوس ستتصرف. من البونوس للطلاق. لذلك السيدة. أنا سمعت أدوات في الراديو. حيث عنها في الراديو السؤال. ولكن هي كان دكية بثاف. أولا. أدوات الأشهر السمية. أو اللفشة. هذه أول شيء. ثانيا تتكلمت على موضوع الذي هو صراحة مهم. وموضوع الذي لم يرى الضحك. لذلك ستتطلقهم كثيرا. والبراتيكانت الدريات التي تجدوها في المكتب. كلهم تزوجوا. وكلهم تطلقوا قبل ثلاث سنوات. لذلك ستتطلق أكثر ريادة الناس. ولو يتطلقوا لا يصلوا إلى السنين. هنا في إيطاليا. وما من الأسباب التي أعطيها. هي قتلهم أصلا الناس. ولكن لذلك ستتطلق بين قبل الزوجة باللغة والفقرية السمية. وكذلك ستكون أيضا هنا. وكانهم الزوجة مع الزوجة. والذي ستغضل مع الزوجة أصلا والليل. والذي ستطلقوا من الزوجة والفقرية. وفي أول موضوع. ومن الرجال الأستثناء توضيع الوضع. وفي حالة سنوات أصلا. والذي ستغضل متابقوا. وستغضلها من حالهم. وطي ستغضلهم في صانع المقايزة. لماذا تموضوع. الوصف صغير 25 26 30 20 سنة يعني كيكون يلا الله هذي في الحياة كيقدر انه يسامح في شحويج يقدر انه يتبدل مقارنة بناس اللي كتزوج على 40 سنة 35 سنة ما يتبدل كالساعة كيقولوا انا ما عدي منذير به واحد اللي غاي بيدي لي حياة ولا غاي بدي لي السنة كيهزو حويج جمو كيتفارقو هاتشي اللي وقع بطبيعة الحال هذي محاميه دارت هذي البونوس اولا عير باش يعني تلفط النظر المجتمع الاطالي لهذا القادية وثاني حاجة يعني راها بولوس فاليد او باش مكان الحال قاتل لهاي لما اطلقتش في السنين الأولى ارغا دير ريقع ليهلك فيما يخص الحالة الوبائية في ايطاليا راها صراحة كيصعب بزاف انك تدرش قراءة الارقام اليوم علاجت تحليل قليلة بزاف وكيفما عودتنا ايطاليا كل يوم ايطنيك يكونوا تحليل قليل بزاف لذلك اليوم كنت تجلو 1500 حالة اصابة في اخر 20 ساعات قريبا العدد الاجمالي العدد الاجمالي فوق 311 الف الناس اللي كيتشافهوا راهم 773 الناس اللي كتوفوا اليوم راها 16 حالة وفاة والناس اللي كتاخد العلاج حاليا راهم 50 الف و 323 يعني يكن فوتو ذوك الحاجز دي الخمسين حالة اصابة اللي كتاخد العلاج في ايطاليا والرقم كيتزاد مقارنة بالامس ب 705 الحالات العدد التحليل كما تشوفوا معاياره 51 الف تحليل مقارنة للبارح اللي كانو 87 مقارنة بيومين هادي اللي كانو 17000 كنت تكلمون على شي حاجه قل من نص مقارنة بيومين هادي لذلك نتمنى انا اغداء اتزاد العدد التحليل ونشوفوا الحالة الوبائية كيفاش غدا تكون توزيع الحالات حسب الجيج فهو كالتالي لومبردية 119 للميليا رومانيا 85 لبيومونتي 94 لفانيتو 113 للماركة 5 لغوريا 190 كامبانيا 295 لتوسكانا 85 لسيشيليا 100 جوش لاتسو 111 لفانيتسا جوليا جوش الحالات بروتسو 4 حالات الحالات بوليا 90 حالة أومبريا 11 بولتسان 25 كالابريا 5 سرديني 37 فاليدا وسطا حالة وحيدة 23 موليزي 4 وبازيليكاتا 7 حالات فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب سالحة اليوم العدد للأرقام الناس الذين يتسابوا سنزل بزاف مقارنة من الناس الذين يتوفا وراهم كثير بزاف يا إخوان للأسف الناس الذين يتسابوا اليوم روم 1422 والعدد الإجمالي يصل الى 119 ألف فيما يخص الناس الذين يتم الاستبعادهم مراما 20 1885 الناس الذين يتشافى في اخر 20 ساعة كانت تكلموا على 1877 والرقم الإجمالي يصل الى فوق 97 ألف حالة شفاء الناس الذين يتوفا للأسف والله يرحمهم كنت تكلموا على 44 شخص والعدد الإجمالي ديال الوفيات را كيوصل الى 213 حالة وفاة في المغرب فيما يخص الناس الذين يتخذ العلاج اليوم راهم كينزلوا مقارنة بالأمس وكيواليو 192526 توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالتالي دار بيدا ستات 542 رباط سلاق نيترا 247 مراكش آسفي 157 بلملان خنيفرا 133 درعة فلالة 132 فاسم كناس 69 الشرق 62 طانجتي طوال حسيمة 39 سوس ماسا 37 دخل ودهب 7 حالات لعيون الساقية الحمراء وقول مي موادنون ما في محتاج حالة بهذا اخوانكو كنوا بصلا للاخر الحلقة الى استفتتم الحلقة لا تخلوش الناب لايك بالتعليق ديالكم تهلا وفريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله